انا داخل اقلتي. ايه ياسمين? ياسمين? عادل على فكهة اللي انت عملته ده ما يسحش خالص. اه ده انتو عاملين ربطية علي يا با وانا اقول ايه الاستقبال الشاعبي ده? ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي محدش يتدخل في تربيتي البنتي. اه عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق عادل عنده حق. عادل الكلام بيقوله ده وكان ممكن نقصة من خمسين سنة. مش للوقتين. احماتي بعد اذنك احماتي انا رجل البيت والكلمة اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل لو انت كل يوم بتروح المدرسة زيي. وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقع تتنقش مع بنتك بهدوء. مزبوط. علشان البنتي تكسب ثقة فينا. ايه يا راني عندها حق. يا ماما. مرة انا عندي حق ومرة راني عندها حق. ما ترسلك على حاجة يا ماما. يا عادل انا رأياتي ان البنتي دي لازم تعمل كل حاجة قدام وعيناتنا احنا. عشان نعرف اذا كان بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مزبوط مامي كلامها صحي. يعني البنت لما تقعد تزاكر مع صاحبها قدامها يعنينا ساينكولوجيا احسن بكتير ايه ما تدينا دهرها وتقعد تزاكر من ورانا. ايه لي تزاكر من ورانا وتدينا دهرانية لو سمحتي تتكلمي على ياسمين من شكل كويس. عادل من فضلك. مراتك صحي هبلة لكن المراتي بتتكلم صحي. تتكلم صحي ايه? يا جماعة مين يعني هي لو راحت في كل حتة هتلاقي تقريبا مليون كابريت. مليون كابريت يا انهاري ده كده هتولع فينا كلنا. ولعتي يا ابو ولع انت. انت محدش عجبة وكل يكلمك الكلام مش عجبة. انت كده بتبوز مش بتحافز يا عادل. ايوة صناعة عندها حق. ليه لا بص انت لازم تفهم النصاب. هنا انا اللي اسأل وانت اللي تجاوز. ليه? وحضرك زبط ما باحث? يتباين علي الهيبة طبعا صح? حضرك عمال تسأل تسأل. ده انا وانا اللي جاي تجاوز بنتك. ولا ولا احترم نفسك هل. يا عمي. يا عمي. يا عمي. عمد ديب يا بيات. يا عونك اللاحظ ان حضرك عمال تغرط. وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه? هتقول تاخدني على مين يا قد ما تيجي تاخدني على مين يا. تضرب دولة حبيبي ابن عمي? لا بقول لك ايه ده انا معي الحزام المخطط في الكاراتين. اولا 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 اولا. يا بوبا مش ده اللي اتفقنا عليه. اسكت انت يا يا سمين. اما الرجالة تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر ما تخافيش يا سمين انا هجيبلك حقك. تجيب لها اقام لين يا. واحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا. ولو انت كنت فاكل نفسك انك انت مثبت البيت. لأ دي بنتي. يعني انا مربيها كويس قوي. لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عشان. يا بابا يا بابا ولاحظ ان احنا اللي محتاجيني. ويعني كارتر خيره انه هو جاي يذكرلي. كارتر خيره؟ فدمة انسانية. وحياتك يا امكي. اواد انا مش مسرح لك يا عاد. تشكلك كده مبس بساطة يا علا. عيب يا عم. ولا احترم نفسك يا علا. يا بابا بقى. ماشي ماشي. بص يا علا. انت هتيجي تذاكر لبنتي. ماشي. هتقع تذاكر بقى دبك بصة كده ولا حركة كده انت حر. هفرومك يا عاد. هفرومك. ويانا انت يا بوشي. انا فتجومة الفعلية بتتطوم من فعل وفعل ومفروض بيه. في حاجة يا عم. لا انا اصلي كنت ماشي كده فقلت. وماشي جاية من فعل يمشي. ويمشي عبارة عن فعل مضارع. على فكرة يا اسمين. انا ممكن اشرح لك اي حاجة في العربة زي ما انت عايزة يعني. والوقت ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. اولاد. ها اخبار الشرح ايه يا اسمين. صعبة او يا ماما. طب حتي بصي احنا هنقعد جنبك هنا. لو احتاجتي حاجة ده هنا. تعالا. تعالا. ايه عاد اللي انت بتحميه ده حرم عليك في عاد يرميك كده. راني انا صراحة مش مستريح للي بيحصل ده يعني. وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج اهلك و اهلي فيه. ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده حادي جدا يا عادي. الحادي. عادي ازاي بس. اه هشوف انا بقى احكاية التليفون ده. عايزة اعمل مكالمة مهمة جدا. المبتدى الخبر يجبها قدامك. ممكن الخبر نقدمه على المبتدى. في ايه تاني يا بابا. اه مفيش انا اصلي بعمل مكالمة مهمة. والحتة دي الوحيدة اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقة يعني. يا سلامة انا انت كلم في مباير في اي حتة في الشقة يعني. اه بس يعني المراضي الوضع مختلف لاله. يا ولاد يا ولاد. عملكوا حاجة تاكلوها. طب يا حبايب. طيب فضحت انا فضحت انا حرامة دي الجارستين. انت عايز بني ايه. ايه يا راني انا مش مستوعب. مش مستعب. بقولك ايه. ايه اقصى حاجة ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش الياسمين. ولا اي حاجة ولا بدايق نفسك. بنتك هتزقط. تزقط. طيب. رايح فين تاني. رايح الحمام. ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي. وزار والمجروم ما كانوا في اي حتة في الجملة. في الاول في الاخر. عايز حاجة يا ام. لا ابدا مفيش انا قصي كنت معدي كده يعني فقلت اشوف العربي اللي انتو بتذكره لها ده. لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شوية عربي اللي ان انا ضعيف شوية في العربي يعني. بابا على فكرة كده حدرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه. لقلبك اللي انت بتذكريه ده ده كلام فارغ بالنسبالي. انا ممكن راشرحولي بزبع رجلي يا ماما العربي ده اسهل حاجة. حدرتك شايف انك شاطر اقاف في العربي. شاطر في العربي. يا ماما العربي يعني انا يعني العربي انا المخترع. مش مخترع يعني انا افهم اي حاجة عربي. ده لان ما حضيك ضريع قوي كده في العربي. قولي جامع المؤنس السالم بيتنسب بايه. انا عبيت يا انا. اي حاجة في الدنيا بتتنسب بالفتحة. غلط يا بابا. دي الحاجة الوحيدة اللي بتتتنسب بالكسر. ايه ده غيروها ولا ايه? بصراحة كده يا ياسمين انا تخنقت منك. ابوك ده راجل مملك وجرفطة. انا جرفطة يا بابا. انت تسمع? تسمع الوقت بيقول ايه وانت انت عادة سكتة يا اسمين. انت الاستفرز زيتو يا بابا. وكمان بتدفع عنه. ده بصي. خلص مفيش درس مفيش حصة. والدرس خلص والجرس ضرب. وقوم يلا اطلع بره يلا. بتتدودني من بيتك يا عمو. اه بطرودك من بيتي بره اطلع بره يلا. الكارفاتة ها. عادل 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 اتخي عادل شوف المصيبة اللي احنا فيها. ايه المصيبة ايه في ايه المنتخبة تغلب ولا ايه. المنتخبة ايه اتفع عبدالله. ايه دي كم بيها ده? شهادة بنتك الفلحة ياسمين. الشهادة بتاعت ايه حلو حلو حلو. حلو ايه عادل ما تبصي على الدرجات اللي فيها. ما لها الدرجات ما هي نكحة ايه وزي الفل الحمدلله. شوف درجة العرب يا عادل. 29 من 50 طيب يا ماما ما نكحة هي يا ماما. اه اه نكحة بس مش متفوقة. ايه يعني عايزين ايه عايزين ايه يعني بصي انا عايز اقول لك حاجة يا راني. لازم نبقى قنوعين. القناعة كان زلايفنا. لازم نرضى بنصبنا يا ماما. عادل على فكرة انت سلبي جدا. انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في دي اللي تخلي بنتك تتغلب عن معاوقات الدراسة. قصدك ايه? ان انا اجيب لها الواد المبس بساطي دايزك الليها تاني? اه بقى. ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير اول الدرجة دي? اه يا عادل. بص بقى انا خدت نمرة الولد. وهطلبولك اهو. وحسيبك انت وضميرك عادل انت وضميرك. تخديني قدام الامر الواقع يعني? ماشي ماشي. قالوه. الفوشي موجود? التوشي? السوشي? يا البوشي. ايه يا بوشي ايه يا حبيبي. ايوة انا يا عم عادل سعيد بابا ياسمين. اتل السكة والفوشي. معلش يا عادل معلش حبيبي عشان خطري عشان خطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خطرك ايه? مش هكلمه تاني. والواقع ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سألتك يا صخرة المنتقى. الشعر الرومانسي زي ما انت عارفها. الحقي بيقول لها الشعر الرومانسي. وفيها ايه عادل ما هو بتشرح لها القصيدة جوه المنهج يا حبيبي. اه اه فيها ايه ايه. ما هو المنهج مليان قصايد. اش معنا القصيدة دي اللي اختارها عشان نشرحها لها. لا لا انت فزيع. اه ايه رايح فين رايح فين. اه ما متخفيش متخفيش اتكلم معهم بهدوء يعني عادي مفيش حاجة يعني دي بنتي برضو. سلام عليكم. وعليكم السلام. اه 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 ممكن اقعد معاك شوية ولا ايه. خير. لا خير ان شاء الله انا اصلي سمعتكوا بتقولوا قصايد وكده يعني مش هعمل لكم اي ازعاج انا معاكم يعني فضلوا تفضلوا. بابا. اه متخفيش طبعا بجد مش هعمل اي دوشة خالص. وبعدين انتو مدام بتتكلموا في شعر انت عارفة ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد الله. وحضرتك تخصص اني نوع في الشعر. لا كله انا كل الاشعار باشتغلها يعني فاحت وردم يعني. هو بيسأل حارتك الشعر اللي انت بتكتبه. طبع اني مدرسة. مدرسة صغير مش فاهم يعني الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني اه اه المدرسة اللي هي طبع كنت نقرش في السنوية العسكرية. طبعا اه طبعا نكمله يا حبيبتي. اه دي قصيدة اي دي? وهي انت تتكلم بيانا اتكلم. حاجة من الاتنين. اه انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي. ممكن بقى حاجة تسمعني حاجة من اشعارك? اه قوي يا حابب يعني تسمع حاجة من اشعاري قوي يا حبيبي طبعا. هسمعكو جزء من اخر قصيدة اه انا كتبتها هسمعكو المطلع بس عشان مطورش عليكو. اه القصيدة بتقول اه انت يالي اه تمالي اه يا حلوتك يا حلولي. مش ممكن يا عوي. ايه الجمال ده? ربنا يا كريمك يا ابنة عجبتك بجد? لعلمك انا عاملك اشكول كده هو باكتب فيه كل القصيد اول باول. اروح اجيبهولك واسمحك منه والله انت واد هايل. على فكرة يا اسمين انت استفدي منه جامل جدا. اه ثانية واحدة ثانية واحدة اروح اجيب القصيدة دي واكع على قول. انت ليه عملتك كده? هو اللي اضطريني اعمل كده. انا مسمحلكش تقوله على البابا كده. دي طلع له بقى. انا قلت لما اصمع شايله لها بل وما اتجيت فيه شوية حل عن سماهين. يا جبالينك زهرت على حياتك. فعلا يا بابا ما ينفعش اصلا اجيب حدي زاكر معي هنا. يا اسمين لو سمحتي قبل ما اتخذي القرار فكري الاول. هي فكرت فكرت وكررت. وخلاص الولد ده ملوش قعدة معانا في البيت هنا. اطلع بره. اطلع بره. مش عايز اشوف وشة كينة تانية. تريس ازعلانة مني ولا ايه؟ طب انا اعمل ايه يا رانيا انا فجئت اساسا وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقة بين الجنسين. اه 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 انا قلت كده اه بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعينة في الطول. طب وانا اعمل ايه ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال. وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول يعني دي حاجة مش بايدي يعني. رانيا ما ما تسعليش مني بقى رانيا وبعدين انا اعمل ايه يعني بصي خلاص انسي انسي الولد ده وانسي امه خالص احنا هنعمل ايه دلوقتي. معرفش انا ما ليش دقاء بنتك تصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجة كم حصة في الاسبوع. محتاجة ثلاث حصة في الاسبوع بخمسين جنيه عادل. طي يعني ادي مية وخمسين جنيه في الاسبوع. يعني في الشهر محتاجة لها بتاع ستمائة جنيه مش كده. عادل ده شو احس انت بقيت رغاية اول يومين دول كلا بنتكلم عن الفلوس ولا حاجة. ايه مشكلة يعني. المشكلة في ستمائة جنيه كل اسبوع ده غير اكلوك وغير شربوك وغير ماما وغير وغير امك وغير اختك وغير اختك وغير اختك. هجيب المصانف دي كل لامة ايه. خلاص ما توترش نفسك انا اقولك على الحاجة جمدة جدا انت تجيب الوات بوشي ده عندك في البازار. يديلك انت الدروس وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزلنك انت بقى اللي بتشرح لها وتبدأ تشرح لها بقى. يا بنتي بايه. انت اول مرة تقولي فكرة كويسة. يعني هو البوشي يجي لانا البازار يشرحلي وبعدين اللي هشرحولي اجي انا هشرحولي ياسمين من غير ما هي تعرف انه هو جيش هرح. برافو عليك برافو عليك انا هعمل كده فعلا. بس افريدي مثلا البوشي ده وهو جايلي او وهو ماشي من عندي مامتو جاد توصله او تاخدو اعمل انا ايه ساعتها. ولا اي حاجة كلها حاجة بسيطة جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحية التانية يا عدل كده ايه? وزيب ام واحدة معك بقى ايه? ده من اي عايزة يا عادل. يعني ايه? مش هبص لها? من ايدي ترم عظمك وترجعك عشر سنين وورا. يا ماما انا وقتل طبق كامل لغاية دلوقتي الوحدي ده انا خلاص بقيت قرب الشربة. خلاص ادي الشربة لحماتك هي يا اولا ترجع مرشدين لورا عشر سنين اهم ينفعوها. يو 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 انت مالكو مالحماتو مش معقول غايزاتي في ايه? حاماتو زي الامر اهو. طبعا زي الامر يا جماعة انا عايز اقولكو على حاجة مهمة جدا يعني مش قادر اصبر لغاية ما اقولكو. انا صراحة جالي شغلانة جديدة. قولولي ايه هي? هتشتغل في قتل كبير اوي 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 خمس نجوم وفي الاستقبال صح? اه هو صراحة يعني يا ماما مش لاستقبال هو الوداع يعني. وداع وداع وداع. شفت بقى? يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كموديف توده الناس. لا طيران يعني جو وبتاع لا انا شغلتي عكس الجو. انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في متر الانفاء. طب قلني بقى هتوقف انا ومحطة عشان اجي قطع مننا التذاكر. وصراحة يا سنة هتبقى المحطة الاخيرة وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح? هو انا يعني شغلانة فيها حفرة بس ما بطلعش انا بحطه واردم يعني. يبقى ما تقول هي فزورة? هي شغلانة اكسب فيها في اليوم الف وغمسمائة جنيه مش في اليوم تحديدا يعني في الحتة ممكن يبقى في اليوم حتة تين تلاتة كده يعني. عم الامور عم اللطيف خلص وولي الشغلانة ايه قطعت نفسنا. برافو عليك يا سنة الشغلانة فعلا ليها علاقة بعملية قطع النفس دي. الله ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحة يا جماعة انا هشتغل حانوتي. ايه يا ماما يا ماما انت بجننت يا حادر انت عارف انت بتقول ايه? ايه يا حماية تحارف قلت ايه? حانوتي. ايه يا خباري السود لا تكون الشور بأثرت على دماغه. لا يا ماما ما أثرتش على دماغي ولا حاجة. انا هشتغل حانوتي. ايه ده يعني ايه يا حانوتي دي? فجأة هتشتغل حانوتي? فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حانوتي فقررت اشتغل حانوتي. يا جماعة افهموني كويس الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة. ده العلمكم بقى الحانوتي ده بيكسب اكتر من الدكتور نفسه. جمي جمي يا عادل انت مش فاهم انت بتقولي انت كده هتدفن احلامات ده من حياته سو. يا جماعة دي شغلتي الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة او يا حامات انتو علقانين من ايه? يا ابني ده فال وحش فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة انا خلاص خدت قراري الحمد لله وضعي طبيعي والتطور الطبيعي للبناء قدمين انهم ما يموتهم ما يموتوا هنعمل لهم ايه? ما لازم ندفنهم مين لا يدفنهم انا بقى ان شاء الله. يعني انا دلوقتي اقول اصحابي ايه اقولهم ايه طيب? انت على فكرة لو اشتغلت حنوسي انا ممكن اروح فيها. بس كده ضمن اول زبون روب. ماما يا حبيبتي اتفضلي السندويتش الجميل ده علشان. ربنا يخليك يلي يا سناء ده انا بقالي ومن هفتانة وبهبب على حتة لحمة. ما جيبي حتة حاماتك. لا مشي. بالهنة والشفة لوحدك يا ماما. ربنا نسامحك يا سناء ربنا نسامحك. عمو رمزي حضرتك مدتنيش المصروف النهاردة. يا خبرة بيض اغسى علي. لا انا اسف يا اسمينة يا حبيبة قلبة نقدر. كده برضو تنسى. معلش يا نون اخد يا ست. الميج جنيد لهمت. اخد بيهم اهمت. يعني اصراف النفسك بيهم. اخد يا همت كلهم او. اصراف النفسك بيهم. لقات لما ارجع يا اسمينة. ايه ده يا بنت? ايه ده يا بنت? انت بتاخدوا ايه المصروف من عمو رمزي ولا ايه? اصل حادتك مناعة عني المصروف. انا مناعة عملك المصروف عشان فيه زروف يعني. طيب يا باب عبال مصروف تيدي اخلاص. هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف ميج جنيه ميات ميات ميات. اه معقولة يعني معقولة ايه كتير اول الفلوس دي على البنت يعني. اللهم اصلي عنها بنت ملك يا عم. خلي البنت تتبسط يا عم انت. اه تتبسط بكم الميات اللي انت بتتفعها لها دي. لا لا يعني كتير وبعدين يعني اه تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخسم مني. ده انا ده انا ده انا يعني اه دولة بتاع زمان. انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي? شوفت يا اسلوب الشحاتة ده? ايه يعني كل يوم مش حارف. مش حارف مش حارف مش هبقى شوفك يا سيدي بعدين هبقى شوفك. وانتوا بقى انشوا اللهم متشايكين كده ورايحين على فين? ابدا يا رانيا. اصلي النقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شوية ومن اللي في البيت يعني حبتين. فقلت يعني اخرجها شوية بالعربية اللي انا اشتريتها من عادة. اه والله دي فكرة كويسة قوي. طب ما تاخدونا معاكو نشم شوية هوا. اه والله دي فكرة حلو قوي. تعالي عاد تعالي معاي. ايجي معاك بجد. اه اه تعالي. تعالي شوية زفت. خليك حسيس ياكو سبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شوية هوا. ما انت يا ما خرجت انت وامراتك وسبتوني في البيت اخلل لوحدي. ايه يا سلام يا سناء. انا ما كنتش اعرف قبدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي صحرته. قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعميلك السودة يا عادم. يلا بنا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجة لسه. ماشي يا سناء. بتيني تجيب لي جزمة. للمدرسة بدل اللي تقطعت? ايه يا يا سمين يا حبيبتي اول ما يجيلي فلوس ان شاء الله هجيب لي الجزمة جديدة. طيب ما انت يعني قلت لي كده مليون مرة. عاملك ايه يعني يا سمينة لما يجيلي فلوس هجيب لي الجزمة عاملك ايه? وانت ليه مش زي عامو رمزي. عامو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجيلي فلوس. ايه ده يا سمين هقارنين انا بعمو رمزي عامو رمزي ده غابي. غابي. ليه يعني هو عامو رمزي فلوسه دعت منه? اصدقاء يا سمين. العربية اللي كانت بتاعتك دي متعبة قوي. رمزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا وليه نعمتي. لا لا يا دولا ما تقولش كده يا عامو. انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هديا احلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي. ده الدولاف فوق بعضه مرصوص مرصوص كوام كوام هدوم وجزم. مش لا يا ما كان احط قدم رجلي. يا حبيب تلبسي وتهني. وعندنا بدل القوضة تلت قوض يا حبيب تقلبي. نبقى نخزن في اي قوضة منه. مرسي. بالعفو يا حبيب تقلبي. يا سمينة. اتفضل يا حبيبتي. الجزمة بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسة فريرة. مرسي يا رسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم. ربنا يخليك يا رمزي. ربنا يخليك ويبريد فيك ويغرفك يا ربي يا سمينة. يا هنم يا رم يا رم يا رم يا يا رم يا رم يا رم يا. ما يا رم يا رم يا هدية حماتك? طبعا ما قاعد functionality. اتفضل يا ستم الكل. نشكري قوي حبيبي. وديا بقى الخالتة المرانية ونو ونوجها علشان نمي يجو بقى بالسلام اه طيب اه وانا هديتي فين بقى وقيادي يا رمزي يا لأ يا بيه هديت ايه؟ هديت ايه عادل؟ انت مش كفاية التكاليف اللي انت بتكاليفاني في البازار وهناهم في الشقة والعربية الخربانة بتاعتك دين؟ عايز هدية كمان بصي بصي نرفازي اعملي لي الكوكتيل اعملي لي كوكتيل هيا يا اسمينة يا حبيبتي الجزمة عجبتك؟ حلوة قوي حلوة قوي يا ربنا يخليك لي العفو يا حبيبتي مش انتة مش انتة من العفو يا حبيبي تقلبي ايه ده؟ بابا مين؟ بابا مين يا بنت انت؟ بابا ده بابا ده بابا ده؟ ها، اه و ايه بيحصل بالظلط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايزatte اخدها مني؟ لا 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 انا اكيد بحلم فوقيني فوقيني يا رمي، يا ان ترابيني بالقلم بس فوقف mày ترابيني يعني ايه ما فيه تليفون في البيت بكوين انت فكرنا عاديين في قهوة هنا ولا ايه ايوا عاديين في قهوة وروح اهتيلي ثلاثة الشاي يجري يلا يا عم بقى بس بقى اه قزي معلش بقى اه ممكن اعمل مكالمة صغيرة هادي كده مكالمة صغيرة او انت عمرك عملت مكالمة صغيرة اكيد في المكالمة دي هتكلمي مثلا على ابن فرويد فهياخدلك اربع خمس ساعات انا بدي لكل واحدة فيك وخمسة كوين كل اسبوع او هدي تيوم فين السودة ابتادى بقى انا الكائنات بتاعتي خلصت وعايز اعمل مكالمة ضرورية جدا عشان اعرف الحلقة التانية في التليفون يا يا ماما مادم انت بتحب قوي الازاعة السمعية ما تسمعني الازاعة يا ماما ما تفرجيش على التليفزيون كده عايز تحرم امك من متع الحياة السمعية والبصرية مش احسن ما تحرمون انا من متع الدنيا كلها فطور التليفون بتلات تلاف و سبعمية جنيه حرام عليكم انا بقى مش محتاجة لان انا عندي كوين كتيرة جدا جدا واصل على دلوقتي اتكلم براحتي طبعا مدي لمرتا كوينات اكتر من الكوينات اللي انت مدي علينا لا طبعا يا حبابتي انا عندي قدرة خاصة للادخار المستقبري وبعد كده كمان ياسمينا داتلي كل الكوين بتاعتي عشان ايه اصلا مش محتاجة تتكلم في التليفون شفت الاولاد بيعملوا ايه مع اهاليهم مش انت خسارة تربية فيك خب يا بنت انت يا بنت ما تديني انا كوين كمان علشان يمكن ابيه واكسب فيه اه لا دا احنا دخلنا على البيزنس بقى اه كوين التزا اه كوين الفريش اه كوين الفريش اللي عايز يعمل بو كانبه شيري الحمار يا حمار اه دولة دا جمل يا دولة انا بقول عليك انت يا حمار ماشي بقى دولة على الاوروبي اه ناحية الاوروبي زي ما انت قلتلي يا دولة لقيت بقى الواد كدوان رجلة زحلقة توقع في خزان المية كبيرة يا دولة واعدت ساعة ساعة مش عارف اطلعه اه ساعة مستنى عند الحنفية تحت ان ينزل مع المية مش كده صح يا دولة صح ايه دا انتش عرفك يا دولة بس تقريبا يا دولة الناس اللي فوقينا فتحوا الحنفية قبلي فنزل بقى عندهم همم ايه تاك همم نزلوا عندهم هممم يا دي اهبل يا دي اهبل في حد ينزل من الحنفياتي اه انا مش عارف اعمل معا اعارف يا لها يا رمزي ربنا بيدي كل بنا ادم بالتساوي الناس كلها بتاخد زي بعض بس انت طماع يا لها ايه دا دولة انا طماع اه طبعا اطمعت في الغباوة خدتها لوحتك طب ليه بقى كده يا دولة بقى اللا انت مش بتقول لي اي حاجة انا بعملها بتعمل ايه انا مش امبرع ايه لك روح حطتلي ماه في العربية وحطتها ولا لا هتتهلف الجركن على الكلب اللي ورا اماني احنا حطها فين يا دولة حطها في شنطة العربية من ورا يهبل 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرينك ممكن استعمل التليفون طبعا اديها بنص جنيه وتكلم براحتك ليه تكلم براحتك ايه دي ايه انت بتأجر التليفون يا لها وانا مش موجود ولا ايه انت عشان نكسب 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 انت مالك انت وما لما اكسب معلش يا اصلго الموبايل بتاعي واقع وعاد عمل المكالمة مهمة معلش التليفون بتاعنا دا حضرتك مبيطلوبش مبيلات خلاص هتكلم ارضي ماهو ده مابيطلبش يا ارضي بيطلب ارضي بس مش محافظات خلاص هتكلم محلي اه ادولة يعني ايه محلي يا ادولة؟ يعني المحلي ده بتاع اول تبت تلكلم منيد انت بتتكلم ليه مش تمتعال انت عملك بس خلا المحلي سكر طبق ه하는 محي....بص التلفون ده مابيطلوبش غير في الشارع اللي احنا فيه ده بس ما هو انا ساكن في الشارع ده بطا اه....ساكن في شارع ده? ساكن في العماره اللي جنبيكو على طول دي? انت بسابل يا لى! يعني ساكن في العماره اللي جنبينيه وعايز اسكلمو من هنا ما تطلع ليهم يا لى? انت مش ابن حمدي? اي ... اطلع لهم يا! بالسابل! علي الله على الله ... الاقيك انه انت اجرت التلفون ده وهلا خليت حد يتكلم فيه. فاهم ولا لا? عشان اكسب هدوله. هيمد يده خالص غيري على الله رمزي لو لقيتك بس ماسك السماعة هتبقى نهايتك معايا يا رمزي انا بقولك يا رمزي حاضر يا دولة حاضر سابل ايوا كده احساس الواحد ان هو مسيطر على فاتورة تليفونه بتدي له قوة وخشونة ورعونة ورجولة ايوا كده محدش يقدر يتحكم فيا ولا في تليفوناتي عامل كاني بحلم مثلا الله يا دولة اه دولة بمناسبة الحلم يا دولة انا مش حلمت مبارح ان انا وانا ماشي في الشارع كده هوا دست على ازازة مكسورة فرجلة فتحت وتعورت عشان ماشي حافي يا هبل قلتلك ما تنامش غير بالجازمة انت ما تنامش غير بالجازمة الله يا دولة الله صح وربنا يا دولة صح ايه ده مفسر احلام يا دولة يا ابني انا كانوا بيجبوا لي الجرائد فيها تفسير الاحلام عاود افصارها بقى الله طب يا دولة انا فيه كدهون يعني حلم حلمته يعني من شهرين ومحدش حرف يفصروا لي خالص قول قول يا سيدي قول حلمت يا دولة لما اجعله خير ان انا نايم كدهون ولابس بني في بني وماشي في حتة كبيرة اوي فيها زارع اخضر فاخضر اه لابس بني في بني وماشي اخضر فاخضر ديس علاوي ايه دولة؟ كده تبقى طور اللاو برسي م homeowners لا ده كده حمر اه هردة ولا ايه؟ حاشحينه عايز كيني Birdmic أنا كمان يا ابي خلصت كل حكايات واجه وانا شخصيا بروح لام ومرفت تحكي لي المسلسل انتي غريبة صراحة يا ماما ما عنديك التلفزيون فتتفرجي علي المسلسل براحتك لازم تطلق لام ودفت تحكي ولك لا يا اسم ومرفت بقى بتضيف علي المسلسل من عندها فالمسلسل بيطلع ايه جميل جداً يا سلام أم مرفة عكاشة طب ما تكتب لنا الجزء الستاشر من الإيال الحلمية رانيا عايزة كوين؟ أفر يا روحي أفر لأنه أصلا أنا بقى عقلي مزكول بحاجات أهمة بكتير حاجات كده خيالية وبقى التليفون بالنسبالي شيء عابر مزبو 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 أنا كمان ما بقيتش أقدر أتيق أشوفي هذا التليفون أنا بقيت أشوف الأصحاب بتوعي في النادي عشان بقى يجيب لي صداعات آه يجيب لي صداعات طيب أيوة أيوة ثم يا واحد أيوة أيوة يا عم يا عم أيوة مين؟ صباح يا خير صباح النوع يا سيدي نعم تحت أميرك أنا بقالي يبع الساعة واقف على الباب يبع الساعة ماشي عايز إيه حضيتك؟ دي فطولة التليفون فطولة التليفون طيب يا سيدي متشكرين أنا هدفعها بعدين متشكرين قوي أشكريك العفو يا سيدي العفو مع السلامة ها 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 هاي ولا محتاج أن أنا أفتح الفاتورة أصلا أن أنا عادة الكوين وكله تمام ها ها بيقول لي فطولة التليفون خمس سلاف جنيه؟ ايه خمس سلاف جنيه ايه؟ انتوا تستحملوا؟ بتكلموا في التليفون من خمس سلاف جنيه؟ الكوين مالوش علاقة بالرقم ده بقروني أنا هعد الكوين انت عملته ايه؟ عملته ايه؟ ما حاجش يبص على مفتح كذوس؟ 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 ما فيش ولا ولا كوين واحد كله كذوس كله كذوس كله كذوس حرام عليكم حرام عليكم كله كذوس ايه ايه؟ بتتكلموا ايه؟ متكلموا ايه؟ تلاتة واحد زيرو زيرو لا تلاتة واحد زيرو واحد تلاتة زيرو زيرو واحد انهر ابيض نسيت الباسورد تلاتة 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 واحد اكيد معايا ورقة فيها الباسورد الو ازيك يا ماي عام لايه؟ بقالي اربعة تيام باسأل عليه وامتك بتقول مانسيش موجود ياسمين ياسمين عايزك 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 نعم ياسمين انت معاك الباسورد ده ولا ايه؟ اه؟ طب لصبيعتيе بعد ما تخلصيي على مكلمة مع مايي صاحبcraك تعمليلي الواسورد. ماشي ماشي طب باي واية دلوقات سياميي علشان لباباي عايز التليفون6 وكده هبقى كلمك تاني باي би واية. يل daí قوليلي بقى الباسوورد مش هقللك مش هتقوليلي ليه عشان أنت لما كان معاك الواسورد كنت مش بتر SCOTT تقولهولي ما عليش هيبقى قل Kahureك بعد كده قوليلي بقى الواسورد يل مش هو قللك طب انتي جبتي الزفت الباسورد ده منين؟ من طنس سنئ طنسنئ؟ يعني طنسنئ هي يديتهو لي أيو والاني انتي جبت الباسورد ده منين يا سنئ من ماما وانتي يا ماما جبت الباسورد منين مجيدا وانت يا حماتي جبت الباسورد منين من ناجلة وانتي يا ناجلة جبتيه منين من رانيا رانيا جبت الباسورد منين منك يا حياتي من انا؟ ازاي؟ يا حبيبي، هو أنت تقول الليل بيتنم وبتحلم بقى وتعود theta license الرقمها كذا الرقمها كذا ومتاح أحفظ طهر. يوني يا رب ايدا. يعني أنا أحافظ الباستورد وأنا نايم ونسيها وأنا صاحي. أنا يعني مش هبصوا. أقول لكم ما فيش تليفون واجبي. خلاص ما فيش تليفون. بس خلاص. بس بس بس. آلو. أيها أيها معلم أسخوت. معلش ينسناك من أول الحلقة. وصلت اللوقزور. بقلك ستة وشهر في اللوقزور. طب بص البداع اللي معاك أحسن حل لها تفتح بزاره واتباعها فيه اه أو كمل على أسوان بقى يالله سلام سلام وانت جبت الباسورد منين؟ منك يا حبيبي وانت جبت منين؟ من ماما حلق 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 عجب عملت في الطلبات الى انا طلبتها منك طلباتك غالية قوي عندي يا عادل بي كونك انك عايش تشري عجايب الدنيا السابعة لوكش على بعضها كده حدفعك إنما أنا اللي همني إن أنا آخد عرعي لا طبعاً كل اللي أنت عايزة وهدهولك بس أهم حاجة أنا مش عايز العجايب كلها يعني مثلاً عندك الهرم الهرم ده في ناس كتير جداً بتسترزق من وراها فمش معقولة يعني أخدوا منهم آه يا دولة وبعدين أنا هشاري هناك يعني سطبل حمير وشوية خواجات كده هون يعني من أطوارهم من هناك على فعل منظرة أنا لفيت الدنيا بحالها من مشرقها لمغربها علشان أجيب لك الأسعار دي سمعني يا سيدي بورج إيفل خلصت فيه بـ 2 مليار يورو 2 مليار يورو ومبلغ مش رخم ولا حاجة أوكي أنا موافق موافق بورج فيزا المائل بـ 2 مليار يورو لا 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 كتير قاودة كفاء قاو إنه هو مائل لسه هنصرف عليه على ما نعدله يعني لازم يراعوا الحكاية دي شوية يعني آه يا دولة وممكن يطقطق مع الخارات وهو بيستعدلوا آه آه أنا أحب أعطلهم مسج بطلباتكم بالنسبة بقى لسور الصين العظيم أولا ما فيش حاجة اسمها عظيم العظمة لله إيه سور الصين العظيم ده لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أنا بقولك إن الناس دي أمينة جدا وطيبين قوي قوي قالوا إن لو عايز تاخد الصور بشكل كده حتدفع يا سيدي ثلاثة مليار لو هم بقى هيصلحوا فيه حتدفع ثلاثة ونصف مليار لا 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 ويصلحوا ليه لا 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 عادي جدا أنا هاخده زي ما هو لأن أنا كده 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 عايز أهده لأن في ناس محبوسين ورا الصور من أول مبانو الصور ده مش عارفين روح شغلهم عايش دولة رجل الخير دميك في حالك أما بالنسبة لحضائق بابل وعليها عليها وفويها كده تاج محل بحاله اللي اتنين على بعض بخمسة مليار يورو حضائق بابل المعلقة دي بقى يعني هنزلها من تعليقتها هنزلها يعني هنزلها مش معنى هي تبقى متعلقة وحدايا القبة ماشية في الأرض يعني صح يا دولة وبعدينه نبي يا دولة يعني تاج محل ده ونبقى الدهوني علشان ألبسه بدل البروكة دي خليه لا 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 تاج محل ده انا وعدت رانيا دولة هدية ان شاء الله لسبب بسيط جدا يعني انها وقفت معايا ايام ما كنت غني بسيطي انا مش غني غنى فاحش زي كده هو بصراحة فاضل عجيبة واحدة بس ما خلصتش فيها لاني مش واثق ان كانت عجيبة بجد ولا مش بجد ايه هي العجيبة اللي مش عجيبة العجيبة دي بوركان فيزوف بوركان؟ لا 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 مش عايز براكين لان احنا ممكن نتلسع واحنا بننقله لأ ايه دولة ممكن ننقله يا عم نمسكه بقماشة كده هو او بجورنال او بص ممكن نسيبه ساعة ساعتين كده يبرد وبعدين نبقى ننقله لا انا مش عايز مش عايز كفاية عندي عجيب العجيب اللي عندي دي هتخليني اشهر صاحب بزار بيجمع كم عجيب اسهرية موجودة على مستوى العالم اه في معايا بقى حاجات كده خفافي انا بقول انها يعني متجيش في التجارة بتاعتك دي وما تكونش انت عايزها يعني لا 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 سمعني مجراش حاجة انا حبها تاجر في كل حاجة كل حاجة بتاجر فيها كل حاجة؟ ايوه ايوه شوف يا سيدي نادي برشلونة بلعبته بالمدربين بكل حاجة فيه واسميلان وريال مدريد الواحد بمليار بس مليار بص حضرتك انا ممكن ااخد برشلونة فيه الواد اللي هو بيلعب اللي اسمه رونالدن دهولا رونالد ديلهو اه الواد ده كويس اه وبعدني يمكن اخلي في عيل اخلي يلعب هناك في النادي معاهم يعني ولا حاجة اه يا دولة وندخل بقى برشلونة ده وندورة الرمضانية كده اه دورة لا نخلي تنوحك اعلى من كده احنا بقينا اغنية مش شاف الغنى اللي احنا فيه يا لا لا احنا نادي برشلونة ده هنجيبه نخلي الاهل يلعبه ونخليه يتغلب ما انا هبقى صاحب النادي يا لا عشان نعوض الخسارة اللي خسرناها منه قبل كده ايه واي دولة صحي اوكي هاتلي برشلونة هاتلي برشلونة هاتلي برشلونة ها كنت بتقولوا ايه ابدا انا كبير البداعة كلها عندك وانت اللي مسك يسوي كله انتو مجرد شؤات حشرات جراد نموس حموش افعسكو برجلة افعسكو برجلة افعسكو برجلة افعسكو برجلة دولة والنبي يعني بقى سيبلي جرادتين كده او انا دولة باشا عشان افعصهم انا كمان برجلي علشان اجرب الجزمة الجديدة دي اه هسيبلك الجرادة تيتي الصغير اللي هناك ده محمد يا كبير وانت مرحمتنيش لي ايه وانا في رحلة السراء الفاحش اللي انا فيها دي ايه ربما ان الطيبة احسن طيبة احسن الكلام ده لما كنت فقير دلوقتي بقى وانا غني مفيش الطيبة احسن مفيش الطيبة احسن سمعت انك هتشتري ترعة الملطية وشارع البزرات كلها ايه مالي اتفاكر ايه بس الكلام ده هاديم ايام زمان انا دلوقتي توسعت فوق معقلكو يتخيل او يتصور طب حتى الديني تبسليني نقف بيه مع ناسية ولا غارة لكن فتن بيك ممكن اشغلك الصبي عند الصبي بتاعي الصبي رمزي لا يا دولة لا مش عايزو وبعدين انا معتمد على الواد حتة وفاتلة اعتماد جزء يا دولة حتى انت يا رمزي ده انا عند تشيلدرن عندك تشيلدرن؟ طب ما احنا كلنا عندنا تشيلدرن عادي جدا انا مش فضيلك مش فضيلك اه كمان 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 يلا بينا يا ده رمزي نروح نقابل السفير الامريكاني اه يا دولة والنبي علشان عايزو يعلمني حبه فرنساوي يلا بينا يا جماعة يا جماعة اجهزوا بقى يا اخوانا عشان هنسيبي البيت ده اخيرا ونطلع على الاصر الجديد بتاعي اللي انا بناته في وسط المحيط ايو يا جماعة يلا بقى قوموا جاهزوا شونة عبال مانا اساخن الطيارة بره لا 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 شونة كينو انت بتخكر من دماغك ليه احنا هنجيب كل حاجة جديدة ما تاخدوش اي حاجة من هنا موال الفلوس الكتيرة اللي عندي دي هواديها فين سوري بيبي سوري انا مش هقدر اجي معاك سوري معلش هبقى حصلك مش هتقدر يتيجي معايا ليه يا راني علشان انا رايحة ملكز التجارة العالمي اعمل شوپنج لمدة سنة ونص معقولة سنة ونص تعملي شوپنج معقولة الكلام ده حماتي ولا هي يا عادل كل واحد يبقى حر في حياتك ايوا بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي ايوا يا جماعة وبعدين هناك فيه شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعة لا اقموم هي ممكن تعملي تحصلات على بورا 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 ايه القرف ده وانت ايه اللي يوديك البلاد اللي عاملك كده يعني سوربرايز سوربرايز يا عادل ما اصلي انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا حمديون؟ مين حمديون ده؟ انا جا جيدو انا حاجزت اهلا اهلا يا اياد تعالى تعالى الخطر طولا تقالعد هنا جنبي اللاه مين اياد درا اخر؟ هوه! إيهاد! مالك جمال لبنان! يا نهرب يدا هي دفع له مليون دولار علشان يرضى بس يتجوزني وهنعيش في جبال الأرض جبال الأرض؟ يعني مش تيجي معنا؟ لا، طبعاً مش حاجة معك ده. دفع مليون دولار أماما أعجبك الeni بتقوله سنقة ده يا حبيبي التجوز مش عايز زي كان عون معي يا حبيبي مdimensional حبيبي مان sanitizer مانظوب انت يا stab! ولا تسيعي ده يا دولة ما تتسرعش يا دولة يمكن ابنها يمكن ابنها حتى الفلوس الكتيرة اللي جاتلك وما زلت غبي برضو يا غبي ده ماندو خطيبي انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه حتى انت يا ماما اما لسبته ايه بقى لنجلاء شركيني يا رشاز عادل معاك المنفلوط يا رجل الاعمال المشهور وخطيبي خطيبك خطيبك ايه ده ادى ابوكي انا افضل زواجي الاغنياء عن الاغبياء انا مش هالت غلطة صناقه ومامي وطنطق نعامك واتجوز واحد صغيري كنت معانا في فلوسي لا مصحى واحب اقولك انا اغلى منك بكتير انا مش عايز فلوس انا عايز اهلي دولة معلش انا كمان بعتك يعني وروحت اتجوزت فتاة استعراض من الشوري الروسي واخدتها بقى وهنروح الزأزيق علشان نشتري بقرة وشجرة موسو وانعايز اعطي خط بقى اشتك وضور بالوشي يلا يا ماندو يا حبيبي يلا يا حمدي قول قول ماذا سيحد لا انا مش عايز فلوس انا مش عايز ابقى غانى انا عايز اهلي انا عايز ارجع فقير أنا مش عايزة مأخلي أنا عايزة مأخلي فيه إيه فيه إيه يا عدل؟ المالك فيه إيه cemosressive يا مالفين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين في ايه عادل قاعدين برا في الصالة قاعدين في الصالة اللي وحدهم ولا معاهم حمادا وما لوحدهم ماما عادل انا مش حسيبك لما تدفع الفلوس اللي عليك يعني تدفع الفلوس اللي عليك فلوس؟ اه ادفع الفلوس عادل انا جهزتلك مطور المكان عشان تعمله نص عمرا ودي خمسة جنيه مساهمة مني واقعت ادي الواد ماندو ماندو اقوة فيه حد اسمه ماندو ماندو الواد الميكانيك البايز ده ما ينفعش ده سبالة ادي العم الكشك وانا يا عادل الراجل بتاع البطاطنيات قال انه هياجل قاست الشهر لشهر الجاي وحتى لو ما اجلوش مفيش مشكلة حاماتي واقولك حاجة ممكن تاخد البطانية بتاعتي كمان انا مش محتاجها بابا انا عايزة اخرج معاك بكرة عشان المدرسة قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف لا يا حبيبتي هخرج معاك اوديك المدرسة وهطلب من المديرة انها هستنى على المصاريف لغاية اجازة نص السنة مش روح افتح الباد دولة حبيبي عم رمزي يا اسمينة حبيبي كالبوزة كالبوزة انا محبا اين لو ما تعمل لك يا اسمينة اقول لك يا دولة دلوقتي عمي بتوع شركة النظافة قعدلنا في البزار ومش عايزين يمشوا إلا لما ندفع لهم من 50 جلي بتوعهم وقالولي كمان هنرجع الفرن لو ما دفعناش انا ما ادراش حاجة بص شوف اي تمثالين ثلاثة ادهم لهم واخد بالك وكأننا بعناهم اصرف اه يا دولة والله فكرة حيلة اهدلهم التماثيل للمكاتصرة كمان انا ماشي ادورة سانا 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 رمزي تعالى اتخش اتخش انا اضربك يا لا معقولة نشأ انني ادكرتنينا في قتلكم لا يا دولة خالص لأسيبك لا و84 يعني اصيبك سكتل Rule يا ابني واقف دكتا يا ماها دو لابن اطلاق طوال هسيف إدن رقط دق اثن Tas من ايدي ترم عظمك وترجعك عشر سنين وراء. يا ماما انا وقتل طبق كامل لغاية دلوقتي الوحدي ده انا خلاص بقيت قرب الشربة. خلاص ادي الشربة لحماتك هي اولى ترجع مرشدين لوراء عشر سنين اهم ينفعوها. يو 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 انتي مالكو مالحماتو مش معقول غايزاتي في ايه حاماتو زي القمر اهو. طبعا زي القمر يا جماعة انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا يعني مش قادر اصبوا لغاية ما اقول لكم. انا صراحة جالي شغلانة جديدة. اقولولي ايه هي. هتشتغل في قتل كبير اوي 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 خمس نجوم وفي الاستقبال صح? اه هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال هو الوداع يعني. الوداع ووداع ووداع شوفت بقى يبقى انتي هتشتغل في شركة طيران كموديف توده الناس. لا طيران يعني جو وبتاع لا انا شغلتي عكس الجو انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في متر الانفاق. طب قلني بقى هتقف انا محطة عشان اجي قطع مننا التذاكر. وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الاخيرة وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح? هو انا يعني شغلانة فيها حفرة بس ما بطلعش انا بحطه واردم يعني. يبقى ما تقول هي فزورة. هي شغلانة اكسب فيها في اليوم الف وغمسمائة جنيه مش في اليوم تحديدا يعني في الحتة ممكن يبقى في اليوم حتتين تلاتة كده يعني. عم الامور عم اللطيف خلص ولي الشغلانة ايه قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء الشغلانة فعلا ليها علاقة بعملية قطع النفس دي. الله ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحة يا جماعة انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما انت بجننت يا حدر انت عارف انت بتقول ايه? ايه يا حماتي عارف قلت ايه? حنوتي. ايه يا خبري السود لا تكون الشور بأثرت على دماغه. لا يا ماما ما أثرتش على دماغه ولا حاجة. انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي زي? فجأة هتشتغل حنوتي? فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت اشتغل حنوتي. يا جماعة ا فهموني كويس. الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة. ده العلموكو بقى الحنوتي ده بيكسب اكتر من الدكتور نفسه. جمي جمي يا عادل انت مش فهم انت بتقولي انت كده حتدفن احلامات ده من حياته. يا جماعة دي شغلتي الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة او يا حمات انتو هلقالين من ايه? يا ابني ده فال وحش فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة انا خلاص خدت قراري الحمد لله وضعي طبيعي والتطور الطبيعي للبني قدمين ان هم ما يموتوا هم ما يموتوا هنعمل لهم ايه? ما لازم ندفنهم مين لا يدفنهم انا بقى ان شاء الله. يعني انا دل وقت اقولي اصحابي ايه? اقول لهم ايه طيب? انت على فكرة لو اشتغلت حنوتي انا ممكن اروح فيها. بس كده ضمننا اول زبون روح. اننور والله. اهلا يا استاذ عادل احب اعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. اه وانا رمزي ابن عم دولة حبيبي حنوتي المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى. اه حضرتك تشرب ايه معلم ان انت والاستاذ عايش اللي مش عايش. اه هتلينا اتنين عصير موز. اتنين عصير موز. اه تحبوا حضرتك سادة ولا بالحليب? لا. عصير موز عادي. موز يعني موز. اه صح طبعا. ومعروف جدا ان الموز علينا حق. يا لطيف. الله يلطف. اه يا ميس يا استاذ. اه لو سمحت عايز موز موز وانا كمان موز تشرب. ايه الكوكتيلا دولة. اه تلاتة موز بس لو سمحت. شو شو شو. بقى قلت ليش بقى كنت عايز دفليك. وبسرعة وحي عشان انا مشغول. وراي حتة تازة ده غير حتة تانية فضل لها ساعتين وتفصل شحن. يا ماشاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات. ماشاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنة بتاعت الحنوتي ده. يعني نفسي ابقى تلميز ليه كمعلم. تشغل ايه بالزبط? اه حضرتك انا فاتح بزار بس البزار للاسف مش شغال خالص اليومين دول لدرجة ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فقلا التماثيل عندنا ريحة تفاحت في المنطقة كلها. بس يع اه حضرتك يعني انا في البيت اول ما اعرفوا ان انا هشتغل حنوتي فرحوا جدا وقاعدوا يسلموا علي ويبوسوا فيا يعني والغد الوقت يبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هردي لك جميلك ده. هتعمل ليه يعني. يعني بازن لما تتكل انت بقى على الله هتفنك دفنة دي يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنة بتاعتك. بتفول علي ايه. لا ما بفولش يعني بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق. اه. طب بص بقى ع انا مش فضيلة. انا هعرفك ازاي تبقى حنوتي. وانت وشطرتك بقى. لا ده احنا تجار شطار اوي 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 قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول براباند. اول هام لازم تعمل دعاية كتير كتير اوي. واول شغلانا ليك تبقى واحد من قريبك. عشان ده اللي هيعملك الدعاية الصح. واحد من قريبي. اه. 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 ماشي. وتاني هام. تاني هام. لما الشغل يمشي معاك شوية تجيب لاب توب زي ده. وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. ا اه. حلو والله. وقت بقى اه للذكرى الخالدة مثلا ولا حاجة. لا. ده لزوم الشغل الصح. عشان الزبان تدور عليك. اه. طب وبالنسبة ليه انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده. هتجيب واحد زي ده تعمل بي ايه. انت عارف اسمه ايه اساسا. لاب توب. لاب توب. لا طبعا ما اسموش كده اسمه لاب توب. وبعدين ده انت مش بحتاجه. انت بكتيرك هيبق معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حنوتي ابن عن جد. والكتاب ده في اسرار المهنة. و بس الكتاب ده مش ببلاش. ده بمية جنيه. تمن الكتاب والعطلة. لا قوي 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 عنيا يا معلم يا سلام. يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. الزبط كده يا دول. ما نشتري اتنين يا دول. تعمل بي ايه. تعمل بي ايه. عشان لو جيح التتين. ما هنقرم من نفس الكتاب يا غبي يا غبي. وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك. انا شمم ريحة شغل. ضوح بقى وتعامل مع الزبون ده فرصة. ايه معقولة اقوام كده اقوام اقوام يعني. خلاص وريني شطارتك. ماشى معلم ماشى. يعني واضح ان انت خبير. يعني حتى الفيل اللي انت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم حال حال. راح فين راح فين. عنا روح ندفنها بقى. ندفن ايه ندفن ايه. ندفن ايه. ندفن ايه. ندفن من اللي وقدي. لا يا لا يا دي ماتي التحدمت لها اه 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 اه. اه 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 ا اه 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 ايه كلنا لها شد حيلي كمال ما تعمليش في نفسك كدا انا بش قادرا يصدق انه خلاص امتهى راح راح اه ايوه يا مما دماتي بقى راح وضع طبيعي يعني بس بقى في حياتك يعني شد حيليك شد حيليك اصلك ما تعربش غلوتك اتعدي شكلها اه ايه 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 اكيد هو غالق عندنا كلنا يعني بس ما تلاقيش يعني مع حضرتك عادل سعيد حنوتي السعادة الابدية يعني فان شاء الله هزبطك وزبط المتوفي بإذن الله بص لو حد تفينه أزاك تكون حنين عليه وراقيه انت متعرفش كان غالي عندي يدي ايه والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس بأي حاجة حضرتك بس اديني العنوان وأنا هتصرف يعني بص بص جماله الجمال ده كله رح هضر 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 هراه لن تعرفك كيف تكه ؟ لك لا لا لك اوعد أقولها ما بتضاiniاش وأنا بقوله يا ميشو أميشو بقى مش ميشو أهو كلبي يعني وده مات ازاي معنا حضرتك مات أمتا ؟ aga مات 8 ساعتين في حدث فزيع حدث فزيع ده أكيد مثلا في عظمة حشل في زروق وملا كان بيعد الشارع وهرب من السلسلة ولا يايه حدث بشيع 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 مشيع أيه هو كلب وراح والخلصنا منه عجبتني البوز الإخس إنت أنا حسني ليمن حسني شفت؟ معلش هي البداية كده أنا عن نفسي بدأت بالقطط انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قريبك وهو اللي هيعمل لك دعاية وتسويق مش أنا هروح هشوف أي حد من قريبي ولو ملقتش ايه؟ يا رانيا يا رانيا ايه الملح اللي انت حطاه في الفول ده؟ ملح زيادة؟ بقى أنا عشر سنين متجوزين والغاية دلوقتي مش عارفة تضبط الملح في الأكل إيه للنسب؟ إيه للنسب؟ كلمني عن أي حاجة إيه للنسب؟ شوف أنا المرأة النسبية أنا حطى الملح على الأكل بشكل مطابخ للمعايير الجودة العالمية لأعيزوا أنا ما ديش جعب العالمانية اللي انت بتقولي عليها أنا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هاني يا حبيبي افهم افهم أنا عاملة خلطة جزيئية حيث أن أنا بحط الملح على الميا بالنسبة واحد لثلاثة وعشرين وربع بوصة في الميا علشان الأخير عبارة عن جزيئات جز جزيئ يعني منه ميا وجزيئ آخر ملح وجزيئ فول بعد كده بقى الأكل لما حينزل معدتك هيحصل له حالة انشطار فتش معك انشطار؟ انت بتقول لي لي أي كلام؟ أي كلام بتقوليه خلالة انشطار جوا معدتي ليه؟ معدتي مفاعلناه بقولك مش واكي احصل ويكون في معلومك يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معي أصبح متدني وأصبح لعي وطاقية عادة هو ده اسلوب يا رانيا هو ده اسلوب وإذا كان عاجبك بقى انت هتفهمين النهاردة اسلوبي عامل زي في الحوار هو اسلوبي كده ومش هعرف أغير اسلوبي هو كده من يوم متولدتنا كده مالك يا عادي في ايه؟ نعم نعم الله في ايه؟ مفيش بابا بابا بص يا بابا الرسمة دي ايه الرسمة دي؟ ربيعي؟ ده خريف هو دي رياح خمسين رياح خمسين ايه؟ مادة ما بتعرفيش بترسمي ترسمي لي بس يا سمين يعني يا بابا الرسمة مش عاجبك؟ اه مش عاجباني رسمة وحشة مادة ما بتعرفيش ترسمي رسمي ايه حاجة سهلة ارسمي حمار ارسمي معز لكن رسمة ايه ايه كلام ايه كلام الله ايه يا عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما اه ما حبش حد يدخل في تربيت البنتي بس مش معقول كده كمان دي طفلة عدل وملفزاتك وحشة معاها خلي ملفزاتك ساعد معاها ملفزاتي احماتي لو سمحت ما تدخليش بني وبين بنتي احماتي بعد اذن حضراتي كيفاء ان انت مش عارفة تربي بنتك اساساً ايه اللي انت نفسها ده انا جلاء انت راح اسركو ولا ايه فيه يا بيه فيه ايه 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 اللي نبس المهاب بنيه خدش غياري خدش غياري بس انا مش سكت ايهirler echo ايه امش عن الكلام الى اتنين شفائر ايه ده مين هيسم ابن قبل امر اه انت تعرف ماما اه طبعاً انت مش فتيرني الا�تمت اعلاجك في الحضانة اوا عادل ازيان ازياء عامل ايه عامل ايه زكا هيسم اتفضل اتفضل لا اتفضل انت دي قهوتي أساساً اهل قESE بس انت شاك لو كنا يكون قوي افضل عادل من ايام الحضانة اه مو من ايام الحضانة بقالها بتاع عشر سنين اكيد اتغير يعني وانت برضو شكلك اتغير خالص انا فاكرك ما كنت بتبقى شايل الزمزمية اللي اعمالها بتنقط مية ومبترضتش شربنا وكان بيبقى معاك كمان اللي هي المسسات المصفارة دي ما كناش منلاقيها ياه رجعتني الاحلة ايام حياتي تشرب ايه ايه بدوي ايواجي يا نعمين اشدولة اه تشرب ايه ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا اتنين شاي من ايدك الحلوة دي انا استاذ اينا يا استاذ وعندك الدين شاي والصيق بس انت اتغيرت اوي يا هيسم عن زمان زمان كنت بتعطي زعق للعائل وتختف منه مستندورشات على اساس ان مامتك هي النظرة بقى فكنت بتعطي الناس كلها بيما فيهم انا يعني يا عادل مفيش احسن من اللسان الحلو ده واحلى اتنين شاي على مية بيدة للبهوات مرسي متشكر جدا على فكرة انت مش المفروض تشتغل في قهوة لا انت المفروض تشتغل في فندق خمس نجوم انا اسعادت البيئ اشتغل في فندق خمس نجوم ربنا اكرم اصلك اسعادت البيئ شبت يا عادل ده بيعمل العجب ايو بيعمل ايه يعني ما ونزل لنا شاي عادي يعني ايه اللي حصل انا لما قلت القهواجي كلمتين حلوين مجاملة شفت عمل ايه؟ واحلى وردة للاستاذ يا صباح الفل يا اسعادت البيئ شفت يا عادل انش قلتلك ده بيع العجب يعني هو اللسان ايوة اللسان ايه اللسان اللسان او انت خريج ألسن يعني قسم لحمة رأس ولا ايه؟ بقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزيادة كمان انا مثلا عندي شقة وعندي فيلا وعندي فلوس في البنك ومتجوز اتنين وباللسان ده ما عادوا مع بعض الشقة واحدة وانا عاد في الفلا ايوة يعني كل ده عشان اللسان ايوة ايوة انت يعني بتتكلم على اتنين ستات انا عندي ست ستات دول محتاجين ست لسنة على القلب يا عادل هو لسان واحد حلو هيحلل لك كل مشاكلة حياتك هتستقر وشغلك هامش اه الحمد الله الحمد الله ايه الاكل الجميل ده تسلم ايديك يا رانيا بجد؟ الملح مظبوط اوي النهاردة في الفول والبيد المسلوق تحس انه مسلوق بطريقة مسلوقة يعني بجد حتى ايه حاجة بيديك بجد يا رانيا بتبقى جميلة يعني الله مسي عادل ايه الرومانسيكيل انت فيها تدي يا حبيبي حبيبتي حقك ولازم اديك يا حقك طبعا انت بتعملي اكل جميل لازم اشهد بكده وقدام كل ناس وقدام كل العالم وقدام مصر كلها لازم اقول لمصر كلها ان رانيا مراتي حبيبتي بتطبخ احلى طبيخ وبتعم الله يا ياسمين على الرسمة بتاعتك جميلة 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 هو انت يا بابا لسه شفت الرسمة بتاعتي؟ ياسمين يا حبيبتي انا مش محتاج اشوف الرسمة بتاعتك انا عارف رسم بنتي كويس لعلمك بقى انا بفكر ادخلك مصبذ اتكار ريس الرسمة الدولية فرسيت اوورى يا حبيبي يا حبيبي مصروا مصر بقى اصره لويتي اشتكز وده ساسحاب ودي نجلاء يا راحة Italian يا الله يا نجلاء اللبس اللي انت لابسه فظيع ده مفيش ولا لون مش لابسه ما شاء الله طوله الالوان حتى لابسه عشان لو هتعزي ولا حاجة يا والغويش اللي لا 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 بصي بجد يا نجلاء ده مش من مقامك انا رأي واحد صاحبي فتح محل جديد بتاع ملابس حريمي هكلمه عشان يجيبلك لبس جديد كله جديد وانت اللي عندك ده ارميه والزعيب عيه اتصرف فيه الله عليك يا عبي ربنا يخليك لي يبسيه قوي باي باي مع السلامة يا نجلاء خلي بالك من نفسك عادل وفيه يا عادل فيه ايه انا مش فاهمة نانا بقى ايه الكرامات والبزاخات اللي انت فيها دي عادل والله انتو عارفين ده كله سببه ايه ايه ما عندكش اي حاجة يا استاذ عادل انت زي الفل زي الفل ازاي يا دكتور حضرتك يعني ده انا حاسس بقرق جامد جدا حضرتك ده انا ما بعرفش انام خالص يا انا بقولك انت ما عندكش اي حاجة بس نصحتي ليك ما تفكرش كتير هو ده بس العلاك؟ طب حضرتك مسلا مفيش حبايا مفيش داوة مفيش اي حاجة عالقال اعمل بالقرشين لحقيك واخده ميعا الداوة اللي معايا ده مش بتاعي يا استاذ عادل ده بتاع زبون بتاع زبون؟ يعني الزبون ده اجدع مني الزبون بيتفعلك فلوس وانا بتفعلك توب يعني؟ انا بصراحة مش هيجيلي اغلى منك يا استاذ عادل بس لازم اقولك حاجة الداوة اللي معايا ده بينايم يومين يومين يا استاذ عادل يا حبايا واحدة تنايم يومين؟ مع الف سلام يا دكتري حباية تنيم يومين أهلاً 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 أنا مش محتاجها أنا اعملها الرمزي ودي كوباية الشاي بتاعته يا سلام كل يوم أنايم النيومين كل يوم يومي تعالي يا رمزي إيه الرجل الغامد؟ آآآ أيوه سيس تحت أمر أنا بس كنت آآ إيه ده؟ مين؟ إبراهيم حطا مرعب تاني خمس علوم مين؟ عادل سعيد رفيق كفاحي في الحياة ازاي يا رجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى؟ الكفاح ده كان زمان دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى البزار والبيت والعيال اهلا اهلا اتفضل اخبارك ايه يا عم؟ انت عارف طبعا ان اتخرجت من كلية الشرطة ودلوقتي بعمل تحريات عن قضية كبيرة قوي انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطة واكشن انت حريات بقى قضية كبيرة عكيد ده قضية مخدرات مثلا؟ لا تجارة سلاح يا صباح البرود طب وده ايه علاقتوا بالشارع بتاعنا عام؟ في اتنين بيعودوا على القهوة اللي جنبوكو كمان نص ساعة هيتفقوا على شرطة صفقة سلاح كبيرة قوي اه صفقة سلاح وانت بتراقبهم عشان تقبض عليه طب انت مش لابس اللبس بتاع الزباط اللي هو بنجوم وكده ليه؟ انا لازم اظهر كده لان انا بوليس سري ومش معقول افضل راقب دنا الشهور طويلة جدا وانا لابس لهم ميري اه فكرة برضو فكرة صح برافو عليه اما انت اللي اولها باسم ميري هيعرف المجزوة بتصح صح صح وخلاص هادت العملية دي اصلاها كبيرة قوي واكيد هاخد فيها ترقية اه والشنطة اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقية الشنطة دي بقى بتاعت الشغل ولا عدة الشغل؟ اجهزة تصرنت وكاميرات مراقبة لا ربنا يوفقك ان شاء الله انت مسك دماغك ليه فيه ايه؟ بان علي خط دربة شمس حاسس بصداع ما لايش عندك حاجة للصداع اه تلاقي عندي حاجة للصداع طبعا يعني انا كفية بس الشنطة الاسعاف اللي بتاعت العربية دي بس معرفش تشتغل جوه البازار ولا لا هجيبها لك و لو ما مفعش هجيبلك المسلق دي هجيبها لك هتصرف هتصرف ميل وزيني وزيني و ايه لي متلاقع هنا دا؟ انت جبت الحبابifica الحبابيت ايه عامل؟ اه دا مسك راثا او اكيد عامده مغز او اخيدي اشرب شغل الشاي دي ان كانت تخيف ولا حاجة؟ اسرب لاي حولها تقع وقته لو مااش انتير بعد هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا ايه؟ ها؟ فوقت ولا ايه؟ انا لقيت لقيت حبوب بس هي منتهت الصراحية لكن شغالة يعني انت ايه يا دا عملت ايه وققت؟ دولة انا خلاص يا دولة قمت باللازم كلها دولة وشرب كوبات الشاي هون وزي ما انت شايف خافي فهو خاليف؟ اشترب الشاي؟ مش ده شاك؟ من امتك كان عندك الكرم ده؟ بتدير الشاي بتاعك يالي يا ابراهيم 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 ده فيها يومين يالا اخرب بيتك اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ طيب انا عمل ايه يا دولة طيب انا لقيته وكده هو ersten يعني فـا مش مهم بقي دولة اللي انكسر يتصلح يا دولة يتصلح ايه ويتهابب ايه؟ طب وشوخلو يا ابني والترقية اللي بستنياها. والسداح 進ح يا دولة، سلاح ايه؟ صُلاح التلميذ؟ اي بض ouvري؟ انت متكدڤ؟ متحذر ده الراجل ترقيته اه 리 استكر 일�ترقية ايه؟ لازم اتصرف لازم اتصرف هدلي الشنطة ديالة هدلي الشنطة ديالة ماشي شنطة اي ده دولة هو بيصلح ده شاشي هده الشنطة مقتل موضة هده الشنطة ورغيني فيها ايه حاط حاط انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني ورديني وردي يا ابراهيم يا ابراهيم شمان بقى دولة ده ايه ده ايه ده دول ده اكيد اجهزة التصنت تصنت ايه دي اسمع كده سمع حاجة لا يا دول ما هو ده التصنت محدش يسمع هذا ليا ما هو دولة voila ايه ديزور دي ده اكيد صور المجرمين مجرمين ايه دولة دولة دي صور المجرمين انا لازم اتصرف يا لك لازم اتصرف تصرف ايه دولة؟ اقولك ايه انا هكمل مسيرة وانا الا هعمل العملية دي في نفسي عملية ايه دولة Barack's fan انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكوطaval لا ترى على اه اسبني اسبني لا تشوشارش خارص العملية دي لازم انفزها انا هطلع الاهوالة لو بعد ساعة لقيتني مرجعتش بلغ البوليس حاضر عدول بعد ما تبلغ البوليس بساعة واخد بالك لو البوليس مجاش بلغ البوليس تاني حاضر عدول انا وراعهم متزامن طويب ماشا ماشا يخربتك ايه 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 واش يابراهين يابراهين ماشا انا هنرفز عمرية خلص ماشا عدول ماشا عبر يا باشا انا كنت بغير اللامة هو اللي اتخلع في ايدي خلع بي ايدك ليه الوزراء القميص خده على الحاجز عسكري امرك يا فند يسمع تمام يا فند فيه حد لسه بره انا ما حبستوش حد لسه ما حبستوش حضرتك ده الشرع كل بيت عندنا بره كويس كويس علشان الشوارع تفضى نفسي في يوم اروح بيتنا بدري تمشي بيه تمام يا فند يلا يا مفته لو سمحت عايزة قابل حكم دار المعتقل حضرتك حوق انسان لا يا ابني ده حوق عن شمس اه حوق عن شمس اهلا وسهلا من وراء حاجة عندكم جدعين واحد اسمه عادل سعيد واحد اسمه رمزي اعزين نشوفه ايوا ايوا دول ممسوكين مخدراتك لا يمكن لا يمكن العصفورتين الكتكوتتين دولا بيتعاطوا ثمة ابيض يتعاطوا ايه هانم دول الايد اليمين والايد الشمال الاكبر تاجر مخدرات في الجمهورية المعلم خيال حضرتك ليوسباشي من فضلك طلب انساني ملح من زوجه ثوكلة ممكن اقابل المتهم حتى تثبت ايدانته انت دبلهم حقوقو ولا ايه الهي مجحي إبادانا عايزة اشوف ابني اسمعا يا حجة حيترحلوا بكرة على النيابة ابوا اسبقوهم على هناك ايه 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 اكبر محامي حاجيبه هنا وبعدين من فضلك يا حدث الزبط بياخد باله من ست ستات لو سمحت من فضلك انا كده مضطرة ان انا اساعد الموقف انا شاكك في شهادتك اصلا اصلا يا عسكري امرك يا فاندي ابعط لي العائلين اللي جوهم مبارح بالليل تمام يا فاندي ما تقلقوش العدل حياخد مجرام انا عارفة ان ابني مظلوم اكيدي اكيدي اصحاب الشررين هم اللي علموهم كده انا هقفجن بعادل حتى النهية وعمري ما هطلب منه الطلق ابدا اصيلة يا مراتبني اصيلة الا لو سبعت عليه الحكم طبعا واطفة طول عمرك ماما ماما حماتي رانيا ايه ده ايه ده مفيش حد في السقبالي امال فين فات لو حتة طي انا مظلوم يا ماما انا مظلوم والله انا مظلوم يا حماتي وانا كمان كلكم والله مظلوم احنا بتوع الكوكتيل يا حضر الزابط احنا بتوع الكوكتيل اه كلهم بقولوا كده في الاول اسمعي يا حجة يا ريت عقل ابنك وتخليه اعترف على شو ركاقه المعلم خيال والاخ مكرباص لو اعترف عليهم ممكن الحكم يتخفف يبقى عشرين خمسة وعشرين حضرتك ازاي اعنا حضرتك والله انا ولا عرف خيال ده ولا عمر الكبت مكرباص حضرتك احنا زبان في القهوة احنا بتوع الكوكتيل اه كوكتيل يا باشر والكوكتيل نزل جدوا مش عايز راخل اسمعي يا حجة لو هتقولولهم حاجة او هيدلوكوا على مكان الحاجة يا ريت تخلصوا بسرعة علشان الزيارة انتهت الوضاع يا عادل تمسك يا حبيبي حتى النهاية انا موعد كيش ان اقدر تمسك كتير من كده لا طب اقولوا بقى الحتة وفاتلة ان هما يجوا يزوروني علشان ان النهاردة انا المحبوس عادل هشبك مكرا في النية يا با عادل اوه ماما اعمل ليه سندوشات بزم البصير ماما اه وكتري السندوشات والبصير مامرات عامة لا لا انتو ما تاكلوش بسرمياتوز خالص انا حاجبلوكو تيك كوي انا حاجبلوكو سندوشات هوت دوغ هوت دوغ ازاي بس يا حامات اذا كان دوغة هياكل دوغ ازاي يعني لوك لوك كتير انا مش عايز ويا ريت تعترفوا وتخلصوني علشان اقفل المحضر ونبقى اصدقاء يا باشا انا تحت امرك بس حضرتك اللي اسمه خيال وميكروباس ده انا ما عارفهمش ع حضرتك وبعدين احنا زباين عاديين في القهوة واسأل في القهوة احنا بتوع الكوكتيل حضرتك اه كوكتيل انتو مسميين الصنف كوكتيل اه يا باشا هو من زليل الازل اسم كوكتيل اه زليل الازل يعني شغالين في الصنف من زمان انا كنت تايع عنكو فين ايه شبير ايه شبير مسكت بقى هتودينا فين اكتر بالاسمه هتعبس فينا ايه بزياد عن محن محبوسين يا باشا حضرتك بعد اذنك يعني انا الراجل محترم وشاعر ولي قصايد ولي اعمال كتيرة جدا في كل حتة في البيت عندي وعرف منين انك شاعر حضرتك انا شاعر عادل سعيد ممكن اقولك قطعة من اشعاري تعرف ان انا شاعر افضل يا مصر الله جيتلي على الجرح انا اسف ان جيت على الجرح اوضياتك معرفش انك متعور خالص لا لا ولا يهمك كل هون في سبيل مصر كمل يا مصر فيك الشعب بيبص على الهرم وهو ماشي بيزغرت محمد بيزغرت في تاريخ عالم المخدرات حصلت يا ميكروباس بص بقى يا خيال احنا بعدما نبيع لبلادياتنا الكروديات دول نتكنيلنى سانا وبعد كده نلقت رزقنا فاتجارة السلاح المخدرات خلاص يا خيال اتشمت جاتك نيلا عليكو علي افكارك المعفمة اخيرا عبط عليك يا مكروباس انتو خيال كده يا خيال وزيت علي والزيت ايه والزيت ايه اسمع يا توبتك انا هتحبس معاك حضريتك بقى الخلافات دي تحلوها هناك بقى في الحبس المهمة حضريتك تعرفني انا والحيوان ده انا معرفش حيوانات ولا اعرفها ولا ارضى انهم يكونوا من عصابتي ومن سبياني اتحقق كويس يا قيال درى ايه يا باشا انت قادرة مني سبياني ماهو لو دول من العصابة الحكمة هيتخفف الجرقاس حتى الباشا ما الراجل قل سيادتك يعني انهم ما يعرفناش انت حيث تلبسنا مصيبة وخلاص ماشي يا مصر يالي زباطك لا 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 بس بس كفاية يا شاعر يا ابني كفاية قلتك بقى لازم تجهز كده هو برقستين على اغنيتين عشان في الزنزانة هتقابل تقبيدة تقبيدة هناك؟ لا لا يا باشا انا بريد لا البرش ما يجمعناش انا بريد قدامي قدامي يا خيال هذي خلاص ينتين يتمعن commandments اللي احنا قتلناه م ends في لخمة رص города فصان مش عارب بس لبتاعدي هون بيشتغل من فين بس؟ صباح الخير يا رمز؟ صباح الخير يا دولة ازاي؟ انا يا لا مش اهلك مت مرة اهلك؟ ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولة قلتلك ولا ما قلتلكش؟ قلتلك يا دولة وانا اخر مرة انا اسف انزل يا اه انزل حضرة دولة وبعدين فين الحسابات اللي انا قلتلك الرجل بتاع الدرايب هيجي يشوفها عملتها او لا لسه؟ عملتها يا دولة انت لسه فاكر يا عم خلصت من زمان ماشي خلصت من زمان فين هي بقى؟ اتفضل يا دولة بالهنة والشفة بالهنة والشفة؟ يا لا ناقي الفاظك يا لا اما يكون حد بيأكل تقول له بالهنة والشفة لكن الحد بتديله ورق تقول له بونا بيتي كده هو يعني هتفضل طول او رغبي فين هي يا فسابات؟ اهي يا دولة اتفضل اهو انت ايه ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر ايه دولة اسلام ما اصل ايه ما اصل ايه؟ ايه؟ اصل ايه وبس ايه؟ فيه ايه؟ انا مش ايه لك تنزل حاجة دي على الكمبيوتر؟ ايه وادوا له وفين الكمبيوتر؟ طيب اصلا يان هارس وفين الكمبيوتر اصلا ده لا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودفع الشيل فلاني عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه يا حضرتك؟ ده انت حتتلعلي ايه خرب بيتك؟ حتتلعلي يلا اللقوب بتاع الكاتب يا دولة الكاتب المصري اه دولة ولا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني وما تلعبش بواسول بواسول يا حضرتك ده ايه بقى حضرتك ده يعني اله الويندوز عند القدماء الفرعنة يعني ولا ايه؟ لا يا دولة والله انا كنت بحسبه عم قال حسبك تيئة كبيرة كده هون يعني وبعدين حتى بالامرة انت مش قلتلي اسمه ليبتوب؟ ليبتوب؟ انا ايه لك ليبتوب؟ يا يهبل مش ينهرب يا جيب لك مهندس واعد ثلاث اسابيع عمال بيدربك وفي ايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر والليبتوب؟ ما دولة بقى بصراحة يعني بصي باشموندس دولة انا مكنش فهم منه اي حاجة دولة عمال يقولي شد تدون شد تدون ومش فهم شد تدون؟ يلا بيقولك شد دون شد دون يعني شد كوبس والله يا دولة انا مش قارح يا دولة اخد بس اقرأ بقى الاول اقرأ ايه بس اقرأ ايه بس يعني اه بقى يعني خيوي تخسرني خيوي تخسرني واتكلفني يا دولة ده انا تعبت فيها تعبانة اقرأ بس الاول ايه تعبت تعبانة نشوف عملت ايه في الحسابات ايه ده؟ يا دي اللي انت تعبت فيها تعبانة ايه اللي انت كاتبه ده ياه خسارة خسارة فرائك يا جا انت ايه جايب مقبود الضرايب؟ عايز يبقنننا ولا ايه؟ يا دولة يا حبيبي خير الكلام مقلة وزل وزل؟ انا اللي بزل لنفس ان انا قاعد جنبك وبسمعك ايه اللي انت مهببه ده ايه؟ يو بقى يا دولة بقى مش دوان بردك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم انت بني انا انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبهولي ده؟ انا هقول لك يا دولة دلوقتي مش لما مأمور الدرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خسارة خسارة هيقرا بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الدرايب اه تضيق خسارة خسارة فرائك غارة بقى عشان ايه؟ جيران بتقول انهم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دولة يا دولة انت شوفت بقى الزكوانة يا دولة؟ ولا انا مش نقص غباوة اطلع بره يا دولة مياش مياش يا دولة كل شوية يوقت يقول لي مش نقص غباوة اطلع بره بزاره يا هبد يا هبد انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا من سمعك يا غبي يا غبي اطلع بره يا غبي اطلع بره يا غبي اطلع بره يا دولة مياش مياش نقص غباوة ايه؟